قد لا يعرف السواد الأعظم من العراقيين أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حين كان يشغل منصب رئيس المخابرات العراقية قد وثقت له صحيفة فورين بوليسي الأمريكية مقابلة معه تكشف عن احتفاظه بلوحة لدولة سنغافورة يضعها على جدار مكتبه الخاص لم تكن مجرد لوحة يعجب بها الرئيس إنما تتحقق تفسيرات اليوم بحديثه المباشر والصريح والجريء باجتماع يضع فيه عنوان المكاشفة أمام الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حساسية الظرف الراهن الذي يعصف اقتصاديا وصحيا وأمنيا يقدم فيه الكاظمي وضوحا عمليا بعيدا عن أوراق السياسة هذه التحالية تنحلي من كلنا نقعد نتعامل ويجب موضوع من جانب فني بحث وليس من جانب سياسي إذا أخذناه من جانب سياسي ما نحن نوصل إلى نتيجة المطلوب نعمل جميعا لخدمة ناسنا حفاظت كرامتهم حفاظت كرامتهم منطلقات فنية مو من منطلق سياسي منطلق سياسي رح يخلق عندنا باب للاجتهاد المطالب الشعبية التي تحتاج إلى نهضة حكومية فورية لا تنتظر التأجيل والبيروقراط حديث سنغافوري الملامح ينتهجه رئيس الحكومة كألية عمل بالنزول إلى الشارع وإيجاد حلول فورية بروح الفريق الواحد تلبية لراحة فقدت بين صفوف المسؤولين كما المواطنين الجميع متضرر ماكو واحد مرتاح ولاكو محافظة مسؤول قاعد بناتنا الآن وهو قاعد مرتاح أبدا ثمان عشرة محافظة عراقية يضعها رئيس الوزراء اليوم في كفة والحلول المطلوبة من وزراء حكومته ورؤساء المحافظات في كفة أخرى استغلالا لفرصة ذهبية تحمل أملا بالخروج من عنق الزجاجة ترجمة نانسي قنقر